اشتركوا في القناة صفة الاستعجال حيث وفق المجلس في بند التعديل الدستوري على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل المادة 91 من دستور مملكة البحرين وقرر رفعه الى مجلس الشورى وفي بند المراسيم بقوانين وفق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2018 بشأن الجرائم الدولية وتم رفعه الى مجلس الشورى كما وفق على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافأة تقاعد اعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وقرر رفعه الى مجلس الشورى فيما وفق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الترتيبات الايطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في البحرين للفترة 2018 حتى 2022 بين المملكة العربية السعودية دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي وتمت حالته الى مجلس الشورى هذا وقد تمت الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوصي التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقيمة المضافة وتم رفعها الى مجلس الشورى